من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرتلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ولك الحمد أنت للحمد أهل ولك الثناء أنت للثناء أهل نستغفرك ونتوب إليك لا حول ولا قوة لنا إلا به أرحب بكم أيها الأحبة في هذا المجلس الرمضاني الذي أسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يجعله حجة لنا لا علينا أهي الساعة بدأت تذهب في موسم كريم شهر كله أعمال صالحة وعبادة وطاعات وقربات وأجور مضاعفة وحسنات شهر يتأهب له الكون وتتغير لدخوله السماء وتفتح للخير أبواب ويعان عليه ويدعى إليه وتغلق للشر أبواب ويحال بين أهله وبين قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فما شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وقال صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم وقال صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عثقاء من النار وذلك في كل ليلة وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وقال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة فإذا أغلق وإذا أغلق لم يدخل منه غيرهم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون فيدخلون منه فإذا أغلق لم يدخل منه أحد غيرهم وقال عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان وقال سبحانه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم شرا وعلانية يرجون تجارة لنتبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وقال الله سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بمثل هذه الآيات وبمثل هذه الأحاديث وذاك الترغيب وبمثل ذلك الإيجاب وتلك الأجور صحة الأحاديث والروايات ولمن تدبر كتاب الله سبحانه وتأمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمثالها كثير وكثير وإن فيها وإن فيها مما يضيق المقام عن حصره لما يبعث الهمم ويوقد العزائم ويجدد الأرواح إلى بلاد الأفراح مما لو صدقت مما لو صدقت به كل نفس يقينا واحتسبت أجره لما توانت لحظة عن اللحاق لما توانت لحظة عن اللحاق إلى ركاب المشمرين الموفقين فلله ما هذا الشهر فلله ما أعظم هذا الشهر ولله هذا الموسم ما أكرمه تفتح أبواب الجنان فلا يغلق منها باب وتغلق أبواب النار فلا يفتح منها باب ويصفد مردة الشياطين ويسلسلون ويربطون فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه من الشر في غير رمضان ويدعى إلى الخير ويعان أهله ويطرد أهل الشر ويضعف شأنهم ألا فإن شهرا عظيما هذا شأنه وهذا وضع الكون فيه وتلك فرصته وتلك هي فرصة وأبواب الخير فيه ألا إنه لا يجوز لنا أن يمر هذا الشهر على مسلم مسلم عاقل حصيف يمر عليه كما يمر غيره من الشهور وإن تلك التغيرات في هذا الشهر لهي إشارة إلى أن المسلم لا بد له أن يتغير لا بد له أن يتغير في رمضان وأن تكون حاله خلال هذا الشهر غير حاله في غيره فالبدار البدار يا أحبة إلى تغيير الحال وليحرص كل منا على أن يتفرغ للعبادة وليستكثر من عمل الآخرة وليتزود من زاد الرحلة التي لا بد له منها ولا مناص عنها فإنه شهر عبادة فإنه شهر عبادة وتزود وتزود من الرصيد الأخروي ليجد كل منا ليجد كل منا في أمره ليجد كل منا في أمره وليعزم بصدق على أن يجتهد في هذا الشهر فإن صدق العزيمة هي بداية السير وليعزم بصدق فإن صدق العزيمة هي بداية السير في الطريق الصحيح ومن نوى الخير وفق إليه ويسر له وإنه وإنه فلن يحرم من الأجر إلا من حبسه عن العمل حابس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بسيئة فعملها كتبت له من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشر أضعافها إلى سبعمائة ضعف ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له وإن عملها كتبت له أيضا لابد أن نعلم أن صلاح العمل الظاهر لا يكون إلا بصلاح الباطن لا يكون إلا بصلاح الباطن فمن كان قلبه فاسدا فأنا له التوفيق لصلاح العمل سواء في رمضان أو في غيره من مواسم الخير والطاعة وعليه فإن من أوجب ما علينا أن نجتهد في إصلاح قلوبنا وتطهيرها وتنقيتها وعلاجها بالتخلص من القواطع والموانع والمفسدات والممرضات ومن أعظمها المعاصي وخاصة تلك التي مضى عليها زمن والعبد مقيم عليها مصر على اخترافها من ترك صلاة أو تهاون بها أو تناول حراما أو تناول حراما كربا أو رشوة أو حسد أو نميمة أو حقد أو تعال أو كبر أو قطيعة رحم أو عقوق والدين أو تهاجر وتقاطع بين إخوة لأجل دنيا استقبلوا رمضانا استقبلوا رمضان بنفوس طاهرة وقلوب سليمة اعزموا على التخلص من المعاصي وترك الذنوب عيشوا حياة الطهر والنقاء والصفاء أخلصوا لله تحروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذوقوا حلاوة الإيمان ولذة الطاعة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إن ثم تميزانا دقيقة لضبط النفس في رمضان ومفتاحا مهما للتغيير وبابا عظيما إلى إصلاح النفس وإلزامها التزود من الخير وإلزامها التزود من الخير والكف عن الشر ذلكم هو الصلاة نعم إن الصلاة إنها الصلاة فمن أراد ضبط نفسه وعزم صادقا على الاستفادة من شهره فلينضبط في صلاته فلينضبط في صلاته وليحافظ عليها في وقتها فمن حافظ عليها بارك الله له في شهره ووقته وحبب إليه سائر الخير وجد إقبالا على قراءة القرآن والقيام ورغبة بالصدقة وتفطير الصوام وسيكون على حسناته حريصا وبأوقاته شحيحا ألا تضيعا في متابعة القنوات في متابعة القنوات ومحبطات الأعمال من المسلسلات وسيجد في نفسه عزوفا عن الشهوات والتفاة عن الملهيات وسيجد في نفسه تلذذا بالطاعات مصدقا بقول الله تعالى في كتابه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وهنا أمران أو أمرين عظيمين جليلين يحسن بنا أن ننتبه إليها وأن نستصحبها من أول لحظة من لحظات هذا الشهر أمران نص عليهما أعظى أعلم الناس بربه صلى الله عليه وسلم وما ذلك إلا لما لهما من أثر كبير في بعث الحماسة للعمل ولما يتوقف عليهما من حصول الأجر للعمل واستكمال افتواب ومن ثم فلابد لكل باغ للخير مقبلا على ربه أن يضعهما نصب عينيه وأمام ناظريه لكي لا يكل ولا يمل أو يطول به الأمد فيقسو قلبه ويخمد نشاطه عن الطاعة قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب وقال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب إذن إنهما الإيمان والاحتساب الإيمان بما جاء به الله سبح بما جاء به المبلغ عن ربه محمد صلى الله عليه وسلم واحتساب الأجر الكريم من الرحيم الرحمن فلا شك ولا ريب بما جاء به من لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى ولا رياء في عبادة ولا ابتغاء سمعة وبطاعة ولا طلب ثناء أو مدح بإحسان لكنه التصديق بالخبر اليقين واحتساب الأجر ممن له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجع لا يراء بطول صلاة في القيام ولا يراء بعدد أحزاب في القرآن ولا يخبر بعبادة أحد ولا يطلع على عبادتك أحد بل العبادة لله سبحانه وتعالى إن تعطل هذين المحركين الأساسيين وخمود الإيمان بالله واحتساب الأجر إنه لما يثقل على بعض المسلمين حلول شهر رمضان ويبطئ عليهم مرورة ويضعف بهم عن احتمال ويضعف ويجعلهم يضعفون عن احتمال الصيام ومداومة القيام ويجعل الطاعات ويجعل الطاعات ثقيلة عليهم لا تحتملها نفوسهم ومن ثم فإن على المسلم أن يسأل نفسه في هذا الموسم العظيم لمن أصوم ولماذا أقوم وتلك الحروف التي أقرأها في كتاب الله ما لي فيها وذلك المال الذي أدفعه ما هي ثمرته وأين يذهب فإن كان لا يدري ما إجابة هذه الأسئلة فتلك مصيبة عظيمة وإن كان يدري فإن كان يدري ولا يعمل فيستبدل الذي أدنى بالذي هو خير فمصيبة أعظم وأطم وأما إن كان يعي وعيا تاما ما يفعله ويحتسب ما يبذله فما أعظم ربحه حينئذ وما أكبر ثوزه إننا نصوم لأن الله كثب علينا الصيام إننا نصوم لأن الله جعله ركنا من أركان ديننا إننا نصوم طلبا للتقوى نصوم ابتغاءا للجنة وطمعا في الدخول من باب الريان مع الصائمين إننا نقوم إننا نقوم لأن نبينا صلى الله عليه وسلم سن القيام وقام حتى تفطرت قدماه ولأننا بكل سجدة نسجدها لنا فيها درجة في الجنة إننا نقرأ القرآن لأننا في شهر القرآن ولأننا بكل حرف لنا منه حسنة والحسنة بعشر أمثالها إننا نفطر ونفطر الصائمين لأننا لأن لنا بكل صائم مثل أجره إننا نبذل من أموالنا ما نستطيع لأن أجر الصدقة مضاعف بسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ولأن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس ولأنها الصدقة تطفئ الخطيئة وتقي من النار أيها الأحبة لنحسن الظن بالله ولنتوكل على الله ولنستعم بالله ولا نعجز ولنستعم بالله ولا نعجز لنعزم على الصيام هذا الشهر وقيامه إيمانا واحتسابا لنكثر من الخير ما استطعنا فإن الله أكثر ولنقدم لأنفسنا ما نرجو من ثواب بصدقة أو معروف أو تفطير لنداوم ولو على القليل من صالح الأعمال فإن الله سبحانه وتعالى لا يمل حتى يمل العبد أو نمل نحن قال صلى الله عليه وسلم اكفلوا من الأعمال اكفلوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وقاء في رواية عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب العمل إلى الله أدومه وينقل وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائب قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن عاد منكم مريضا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال مجتمعنا في مرئ إلا دخل الجنة وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام إن في هذين الحديثين السابقين من أعمال جليلة تورث درجات عالية قد لا يتمكن أحدنا من فعلها مجتمعة إلا في هذا الشهر الكريم وقد لا نستطيع تطبيقها إلا في أيامه ولياليه ألا فاحفظوا يا أحبة صيامكم ألا فاحفظوا صيامكم عن كل ما ينقصه أو ينقص أجره وألينوا الكلام وتحلوا بأحسن الأخلاق قال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن امرء شاتمه أو قاتله فليقل إني صايم ثم احرصوا على الاجتماع في صلاة التراويح فإنها من أبواب القيام الذي يقومه المرء وخاصة في هذا الزمن الذي لا نستطيع الصلاة فيه في المساجد فيحرص المؤمن والمسلم على أن يجتمع ولو مع عائلته مع إخوته أو إخوانه أو أبيه أو أبنائه في الصلاة على صلاة التراويح قدر المستطاع احرصوا على قراءة القرآن ليقول لكل منا حزب يقرأه خصوصا مع كثرة الفراغ في هذه الأوقات يستقل الناس في هذه الأيام من الفراغ وكثرته والملل والبحث عن ما يشغل أوقاتهم ونحن في شهر عظيم الحسنات فيه مضاعفة استغلوا أوقاتكم فيه بما ينفعكم القرآن بين أيدينا والصلاة قريبة منا والدعاء إلى الله والتضرع إليه بما يفرج به عن أمة الإسلام اللهم اجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم وأعنا يا حي يا قيم على هذا الشهر الكريم واجعلنا ممن يوفق لصيامه وقيامه على حسن عمل وطاعة واجعلنا ممن يرزق فيه الغفران والتوبة يا أرحم الراحمين واجعلنا من عتقائك من النار وتقبل منا ومن والدينا وممن نحب يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته